هبدأ مع حدثتك كده أستاذ عادل بأنه إزاي ممكن الشباب يسوقوا المنتجات ودي النقطة الأهم في كل مشروع هو طبعا أنا سعيد جدا أولا بأن كنت أثرت هذه النقطة لأنها فعلا هي دي اللي بتثبت وبتساعد وبتخلي الشاب أو صاحب المنتج أنه هو يستمر ويتفتح نفسه ويكبر بس قبل ما أدخل في الموضوع بس أعايز أن تهز المناسبة وأشكر قدست البابا توادره ستيني لأنه الحقيقة كان دعم لخدمة التنمية الإقصادية وكان أثر زي ما حدرتك قلت في المقدمة بأنه هو المعرض السنادي لازم كان يقام لأنه كان فيه مشاكل كتير الحقيقة كانت فأنا من هنا بنتهز الفرصة لأنه أنا بسدقيني يعني بعتبر سيدنا البابا بابا توادرس وطبعا حبيبي سيدنا الأنبى موسى الدعم المستمر معنا في هذه الخدمة أن سيدنا البابا توادرس من ساعة حبريته معنا يعني بيخلي التنمية الإقصادية تأخذ مكانها ووضعها وهو نفسه بيفتتح المعرض الخاص بالتنمية الإقصادية وآخر يعني ممكن هيبان في البرومو اللي أنتو بتعملوه قد إين هو المعرض السنادي اشترى من كل باكية منتجات عشان يستخدمها في سفريات وفي هدايا ندخل بقى في الجابة لسؤال حضرتك التسويق ده يعني أنا عايز أبتدي بخطوة قبل التسويق لأنه التسويق دوت مرحلة من المراحل يسبقها لازم يكون الشخص مؤهل أنه يكون صاحب مشروع صغير لأنه فيه ناس كتيرة فرحانة قوي أو يعني تحت ضغط الاحتياج إحنا نعمل مشروع صغير نعمل مشروع صغير لكن هو ممكن ما يكونش مؤهل لهذا المشروع الصغير فلابد من إعداد الشخص الأولى إعداده وتأهيله ونفهمه يعني إيه مشروع صغير ونفهمه معوقات المشروعات الصغيرة ونفهمه عشان يقدر أن هو يدخل في المرحلة صح بدون دراسة جادة وقوية قبل بداية هذا المشروع مش هينجح المشروع بتاعه لأنه ممكن يكون خد فكرة حد ممكن يكون بيقلد ممكن بيكون بيستسهل ممكن بيكون يعني كده بيسد خانة وخلاص لكن لا الموضوع كبير مش صغير فلابد أن هو عشان يسوى صح لازم يدرس سوء صح أنتج السوء محتاجه مش أنتج اللي بعرفه فيه شباب كتير وشبات كتير فقر برضو فكرة أنه ينتج اللي بيعرفه أو بيشتغل في اللي بيعرفه دي أعتقد برضو حاجة مهمة أستاذ عايد اللي مش عارف حاجة معينة ده الحاجات بأننا نعايزين نفهمها أو نعرفها ودي فعلا دي الكومان دلوقتي أنا بعرف أطبخ حلو قوي وكل السيدات تعرف تطبخ لكن ممكن تكون بتعرف تطبخ لكن ما عندهاش سوء المنتج بتاعها مش مطلوب فهي البداية أن أنا أدرس احتياجات السوء وأشوف إيه اللي السوء عايزه مش إيه اللي بعرفه لأن أنا لو أنا بعرف حاجة معينة بعرف إنتاج ترابيش ترابيش مش وقت ترابيش بعرف أنت عصر ترابيش مش عصر ترابيش خالص العصر كله فيه ناس واحد يعني لسه كان في المعرض شاب زي الفل بينتج أقنع الأقنع دي حبيبي عليها طلب آه في الحضانات طب أنت بتوزع عد إيه في الشهر بتلتمين جنيه مواسم أولا يعني مواسم لا وكمان الفاشل بتاعه أو البروداك بتاعه مش قدي كده حبيبي تلتمين جنيه في الشهر وانت إيه بكريو السجار طب يا حبيبي انت كده مش عامل حاجة فهي دي الفكرة أن لازم يسبق قبل التسويق دراسة احتياجات المجتمع وبناء على احتياجات المنتجة لأن أنا عايز فلوس مش عايز خدمة اجتماعية أو مش عايز مش ببيع مش بوزع يعني كده مجانا لأننا أنا مش عامل حاجة خدمية أنا عامل حاجة شغلانة آه لازم أكسب من وراء لازم أكسب وأكسب كمان ده المفروض كمان يكون دارس أن المنتج بتاعه لو أنا أنتكته تكلفته كام عشان هيديني ربح كام لما يجا يبيعه وهل الربح ده يغطي التكلفة يغطي التكلفة ويغطي تكلفة الفايدة بتاعة البنك آه اللي هي الفرصة البديلة أو التكلفة البديلة يعني أننا لكن لو أنت هتنتج وهتكسب في حدود التكلفة بتاعتك وأقل من عائد لو أنت حطيت الفلوس في البنك فهي الفكرة البداية تهيئة الإنسان وتدريبه وتأهيله التاني حاجة تسويق تاني حاجة دراسة سوق تالت حاجة هي بقى الماركتينج في مجالات كتيرة لتوزيع المنتج أو لتسويق المنتج أول مجال من ضمن المجالات هي المعارض اللي احنا هنتكلم فيها والحاجة الجديدة اللي هي بقت مطلوبة حاليا في السوق اللي هي التسويق الإلكتروني بالتوزيع المترجم الى صفرباته